خلونا دلوقتي نروح لجمال وسحر الطبيعة اللي بنشوفه في العالمين الجديدة مع المستجدات هناك وأبرز الفعاليات مع زميلنا محمود جميل وباستضافته طبعا الزميل إبراهيم عبد الجواد صباح الخير عليك يا محمود صباح الخير عليك يا بسانت أهلا بيكي مرة تانية ويعني أهلا بعودتك لبرنامج صباح الخير يا مصر وبصبح على مصطفى وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان لازلنا معاكم من مدينة العالمين الجديدة والحقيقة الأجواء الصبح كده من على الشواطئ ومن على بحر مدينة العالمين الجديدة بيكون لها طبع خاص ومميز في مدينة العالمين ولسه الفعاليات كمان مستمرة معانا في مختلف الأماكن ويمكن احنا في الأسبوع الأخير ولكن الحقيقة في استعدادات كبيرة جدا للفعاليات اللي موجودة معانا في الأسبوع الأخير من مهرجان العالمين الجديدة ويمكن أهم الفعاليات دي طبعا اللي بدأناها مبارح ببطولة الجودو العربية اللي بتستضيفها مدينة العالمين الجديدة للعام الثاني على التوالي والحقيقة الاستعدادات اللي احنا شفناها مبارح بتؤكد على مدى جاهزية مدينة العالمين الجديدة وطبعا التسهيلات اللي بتقدمها الشركة المتحدة للكدمات الاعلامية لإقامة حدث كبير زي ده طبعا يشرف مصر ويكون طبعا وجهة سياحية ورياضية طبعا بحيث ان مدينة العالمين الجديدة من وقت بداية مهرجان العالمين وهي الحياة بتستضيف عدد كبير من البطولات الرياضية فالحقيقة شيء جميل جدا موجود على أرض مدينة العالمين الجديدة أكيد في مفاجآت في الأسبوع الأخير وحابين نحن نعرف طبعا المفاجآت اللي هتكون في نهاية الأسبوع وفي ختام المهرجان فخليني طبعا أرحب بالزميل العزيز إبراهيم عبد الجواد المتحدث باسم المهرجان العالمين الجديدة صباح الفل يا كابتر صباح الورد زكي محمود صباح الفل على بسانت وعلى مصطفى على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر صباح الفل عليك يا كابتر لا حلوة يعني الروح الرياضية والرياضة دي الصبح طبعا يعني بتبقى حلوة جدا خاصة الأكيد على شواطر مدينة العالمين ودايما في كل مرة بنكون معاك من هنا بنكون مبسوطين بحالة الجو وحالة الإقبال بقى من السياح اللي موجودين والجنسيات المختلفة اللي موجودة هنا على شواطر مدينة العالمين الجديدة ودايما انت بتكون مبسوط أصلا بالدوت جدا انت شايف احنا وقفين هنا على البيتش هنا انت شايف تقريبا يعني البيتش كله أجانب طبعا احنا يعني احنا مبسوطين ان فيه سيحة داخلية فيه هلنا وإخواتنا من كل حتة في مصر موجودين بس أنا مبسوط بفكرة السياحة الأجنبية لأن عمر الساحل مكان مقصد سياحي للأجانب أو للسياحة الأجنبية كان يعني بالكتير بتشوف بعض السياحة من إخواتنا في الوطن العربي من الخليج العربي موجودين لكن انت شوف سيحة أجنبية بكم الجنسيات اللي احنا شايفينها دي من أوروبا ومن أمريكا ومن الفرق إيست موجودين هنا الأحلى والأجمل أن انت لما بتسألهم وما بتتكلم معاهم وبتاخد رأيهم وبتشوف الرفيو بتاحهم عن الإكسپيرينس والتجربة بتاعتهم هنا كلهم مبسوطين وكلهم مبهرين انت شفت دا المرة اللي فاتت وأنا طول ما أنا قاعد في القتل بأكلم الناس وبأسألهم وبأخد رأيهم الناس كلها مبسوطة جدا 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 مبسطة بالأسعار إن الأسعار أفورد بالنسبة لهم أسعار بالنسبة لهم كويسة جدا مبسوطين بالسيرفس وبالخدمة هنا مبسوطين بكل حاجة فدي في حد ذاتها حاجة بالنسبة لي مهمة جدا لأنه ممكن حد ييجي وما يبسطش وممكن حد ييجي مرة وما يجيش تاني لكن هم يبقوا جايين وأول مرة يجوا مصر ويتبقى الانطباع الأول ليهم خطير كده مبسوطين كده وفرحانين كده ومنبهرين كده فده معناه أنهم يجوا مرة واثنين وثلاثة ولما هيروحوا وهيقولوا لصحابهم ولأهلهم هيكتبوا على كل الويب سايت بتلا هي الخاصة بالسفر وكده هيكتبوا الرفيوز بتاعتهم ودي أصدق يعني أو ده أصدق انطباع أي حد فينا لما بيسافر في أي حد برة بيخش يشوف الرفيوز عن قتل عن مكان عن بلد فالأكسپيرينس تاعت الناس بتاعت الانديوزر المستهلك ده بيكون هو أصدق انطباع يعني ويمكن كمان بحكم شغلنا احنا شفنا كمية الفرحة الموجودة عند الناس في المنطقة الترفيهية في الفقرات طبعا اللي بتكون موجودة بالليل فكل الناس وكل الفئات الحقيقة بتكون مبسوطة هنا في مدينة العالمين ودي الميزة اللي حققتها مدينة العالمين والمهرجان من بدايته يمكن كان عندنا فعاليات كتير جدا طبعا من بداية المهرجان وصولا للأسبوع الأخير بس خلينا اتكلم معاك عن الاستعدادات اللي شفتها مبارح في بطولة الجودو العربية والحياة استعدادات على أعلى مستوى ومشاركة عربية كبيرة ازاي كإدارة المهرجان قدرتوا ان انتوا يعني تجهزوا للنسخة التانية على التوالي لمدينة بطولة الجودو على أرض مدينة العالمين الجديدة بس واحد من أحلى الحاجات اللي موجودة في المهرجان السنادي مهرجان العالمين الجديدة عشرين ربعة وعشرين ودي حاجة تحسب للإدارة الخاصة بالمهرجان والدارة وعية خاصة بالمهرجان والعقول المدبرة والمفكرة وراء المهرجان وكل فعاليات وكل تفاصيله بصراحة ان هم updated يعني هم up to date طول الوقت بإيه اللي ممكن يتعمل حتى لو فيه بلان كانت محطوطة قبل ما المهرجان يبتدي بفعاليات معينة فهم بيعدلوا وبيبقوا فلاكسبل ان هم يعدلوا في البلان دي طول ما هم ماشيين عشان يرضوا كل الأزواق وعشان يرضوا كل الناس مثال بسيط مثلا توليت توليت مثلا من اقول لك ايه من كم شهر وكم أسبوق ما كانش حد يعرف مين توليت ولا كان بس طلع ترند الشباب حبوه الجنزية تحديدا حبوه على طول إدارة المهاجانة تحركت وجابت توليت بقى موجود في حفلة كايروكي وكانت وحلة من أجمد الحفلات اللي اتعملت في الساحل كله مش بس في مهرجان العالمي الجديدة بنفس القصة انت النهضة بتشوف فعاليات زي البطولة عربية للجودو انت بتجيب اخواتنا من كل الوطن العربي ومن كل الاماكن في البلاد العربية ان هم يبقوا موجودين ويبقوا يعني يشوفوا مدينة العالمين الجديدة وده من خلال فعالية رياضية زي بطولة عربية للجودو فدي حاجة جميلة تلاعي عندك الام ام ايه المكست مارشل ارتس اللي كانت موجودة اول امبارح اللي برضو على فكرة بيشارك فيها 24 مقاتل سيدات ورجال من 8 جنسيات مختلفة فيهم من نيجيريا يعني من السودان دول الافريقية ودول العربية موجودة من الجزائر يعني فكرة ان انت تبقى بتعمل فعاليات الفعاليات دي بترضي كل الازواء فعاليات رياضية او فنية او ثقافية وترضي كل الازواء او حتى طرفيهية على مستوى انت بتشوف احنا موجودين في المنطقة الترفيهية والشاطائية وبحيكة محمود والله على المجود اللي انت عامله هنا ما شاء الله يعني انت كل زمالنا احلى وامتع منظر في الدنيا ان انت تبقى قاعد في المنطقة الترفيهية اللي هي على الممشا وتشوف اب وام قاعدين تشربوا حاجة وقدامهم وولادهم بيلعبوا بقى عندك انك اللي هي الولاد الصغارين في الكيتز ايريا اللي هي بقى الترامبولينز والزحليق والحاجات دي اكبر شوية فعندهم ملعب البادل وعندهم ملعب الكورة وغيره 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 منتهى الامام بمنتهى اللطافة حاجات اما ببلاشة اما باسعار رمزية وهو كده كده حتى لو مش عايز يتكلف حاجة فهو جايب حاجته معاه وقاعد في الاماكن النظيفة الجميلة المتوفرة في الممشا بمنتهى يعني التحضر ومنتهى الادمية ومنتهى الشياكة وقاعد بيشرب الحاجة اللي هو جايبها معاه او بيأكلها او لو هو بيشتريها وولاده قدامه بالعاو فالباكتج دي كلها باكتج خطيرة بصراحة انا اكناك بقى عن طباعي الشخص يعني ان البعد الاجتماعي هنا اكتر حاجة بسطاني وعجباني وفرحان بيها زي ما فيه اوتل واجانب زي ما فيه شاطئ مجاني زي ما فيه ممشا متاح لللي معاه واللي معهوش لو معاك عايز تشتري حاجة هتلاقي مش هتشتري وهتجب حاجتك معاك وتوعد تبسط هتاخد نفس الخدمة بنفس المنظر الجميل والبحر قدامك ولمامش قدامك فديه باكتج خطيرة بصراحة دي اكتر حاجة فعلا ملموسة هنا في مهرجان العالمين في نسخة التانية قبل ما اتكلم عن اي حاجة انا حابي بعرف الاسبوع الاخير بقى هيبقى فيه ايه من مفاجآت كنت معانا في لقاء من اللقاءات وقلت انه هيكون فيه مفاجآت في الختام قلنا بقى الاسبوع الاخير هيمشي ازاي والختام مهرجان العالمين الجديدة هيكون عامل ازاي عندنا طبعا حفل ختام ان شاء الله يوم الجمعة وعندنا الحفلة اللي بص مفيش حد يعني خلال الثلاثة اربعة تيام اللي فاتت وتغير ما بيكلبني عليها حفلة وجز وجز خلي بالك ما عملش حفلات في مصر اخر حفلة عملها في مصر كاتت في مهرجان العالمين السنة اللي فاتت فبقى له سنة ما عملش حفلات في مصر فدي الحفلة الأولى اللي عملها خلال السنة اللي فاتت فكل الناس منتظراها وكل الناس مستنيها وانت عارف اكيد ناس كلي عارفة وجز قد ايه بقى ليه فان بيز وليه قعدة جماهيرية كبيرة جدا فكل الناس منتظرة الحفلة بتاعته كل الناس منتظرة كمان حفل الختام ان شاء الله غير فعالية كتير بقى خلال اليومين ثلاثة اللي جايين بإذن الله يعني عايزة سألك طبعا أنه من بداية المهرجان لحد دلوقتي كان في حرص من إدارة المهرجان والشركة المتحدة في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة سواء بتنوع الفعاليات سواء بتوفير كل الخدمات لكل المواطنين وكل الفئات ازاي شفت مجهود الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية من بداية المهرجان وحتى اللحظة بص يعني الطبيعي ان انا اقولك ان انا شتي مجروح لان انا واحد من افراد عائلة المتحدة الخدمات الاعلامية بس والله بمنتهى التجرد والامانة المتحدة بكل الشركات بتاعتها انت حدي شركة كبيرة وشركة قابضة تحتيها شركات كتيرة يعني تابع عليها كل الشركات اللي انا شفتها تابعة للمتحدة الخدمات الاعلامية شغالة على الارض هنا كلهم كل واحد بيحاول يطلع أحسن حاجة عنده وعشان أكون أمين المكان مساعدك على ده يعني المكان بالبوزيتف فيبز الموجودة فيه الطاقة الإجابية لأنت بتاخدها منه مساعدك أن أنت تطلع أحسن حاجة عندك لأنه معلش نحوض أنت راجل إعلامي قد الدنيا نازل بالكاميرا بتاعتك لو لقيت مكان وحش لو لقيت ناس أرفانة ناس مش مبسوطة خدمات زي الزفت أنت نفسك مش هتعرق مهما حليت ده قدام الكاميرا هتحليه مرة اتنين مش هتفتح ليته للوقت هتبقى أنت وإنت بتشتغل عصر على نفسك لمونة بتعمل ده مرة اتنين وخلاص يا جماعة ما أنا مش لاقي ماتريل أشتغل بيها أنت شوف بقى إيس على نفسك وعلي وعلى كل زميلنا وكل الناس اللي شغالة في أي أن كان هو دور وفين في شركة إيه جوال المتحدة إحنا مبسوطين وإحنا بنشتغل لأن أنت قدامك مظاهر إيجابية كتير جدا أنت بتبقى نفسك ربنا سبحانه وتعالى يكرمك أنه إزاي توصلها للناس بالشكل وبالعين أك إنهم موجودين هنا زي ما أنت شايف فدي حاجة مسهلة شغلنا الإمكانيات اللي موجودة والإنفراستركشور اللي موجودة والحاجات اللي موجودة هنا مسهلة أنت تعمل شغل كويس وبصراحة كل الناس اللي موجودة زماننا وراء الكاميرات كل الناس اللي موجودة في كل أفرع المتحدة عاملين شغلهم بصراحة والمتحدة طبعا بتنفيذ المهرجان أحسن وأفضل وسيلة للتسويق لمدينة العالمين الجديدة بصراحة أنا بشكرك طبعا كابتر إبراهيم عبدالجواد شكرا على تواجدك معنا طبعا الفترة دي كلها في برنامج صباح الكريمص وشكرا على مجهودك وشكرا لإدارة المهرجان طبعا على كل اللي قدمته في النسخة التانية وإن شاء الله بنتمنى أسبوع أخير يكون قوي مليء بالفعاليات اللي تليق بزوار ورواد مهرجاني العالمين الجديدة ونتقابل إن شاء الله في النسخة التالتة من المهرجان إن شاء الله يا رب محمود أنا اللي بشكرك وبحقيك على شغلك الهيئة اللي انت عامله هنا بصراحة ويعني بشكر كل زميلنا في المتحدة وإن شاء الله الإسبوع داي بأخير ختام لواحد من أحلى الحاجات اللي أنا عملتها يعني في المشوار المهني هو مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية عشرين اربعة وعشرين شكرا جدا كابتر براهيم عبدالجواد المتحدث باسم مهرجان العالمين شكرا شرفتنا في صواح الكريم شكرا جدا يعني بسنتم الصفة زي ما تابعنا يعني كل التفاصيل اللي كانت موجودة من بداية المهرجان وحتى النهاردة كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة موجودة في مهرجان العالمين الجديدة عدد كبير من الفعاليات اللي كان موجودة على مدار الأيام اللي فاتت ويمكن الفعاليات زادت عن النسخة الأولى وبنتوقع كمان إن شاء الله يعني النسخة الجاية أكيد هيكون فيه تطورات أكبر وده طبعا للعودتنا عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن نسخة بعد التانية بيكون فيها مواكبة للتطور ولزيادة الفعاليات وكمان جذب أكبر عدد من السائحين يعني احنا فيه عدد كبير من السائحين اللي موجودين هنا في مدينة العالمين بالإضافة إلى إن المهرجان أو المدينة أصبحت جاذبة لكل الفئات ولكل الأعمار بدليل اللي احنا بنشوفه سواء في المنطقة الترفيهية أو حتى في الحفلات اللي بتكون موجودة وفيها مختلف الأعمار طبعا إحنا بالنسبة لنا النهاردة هنكمل بطولة الجودو العربية بمشاركة عشر دول وخمسمائة لعب ولعبة من العشر دول وكمان بعض الفعاليات اللي بتكون في المنطقة الترفيهية بالليل بالإضافة إلى استمرار الأنشطة الخاصة بالأطفال ويوم الجبعة الجاية كمان هيكون عندنا الختام وحفل طبعا وجز المتوقع يكون فيه عدد كبير جدا من الجماهير ويعني إن شاء الله يكون فيه ختام يليق بجمهور وزوار مدينة العالمين ومهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية وأكيد هنتابع معاكم كل التطورات دي لحد نهاية مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية برجع لكم مرة تانية في الستوديو بسانت ومصطفى شكرا لك يا محمود والشكر موصول أكيد لإبراهيم عبدالجواد